بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مرة تانية كل متابعين شرح رياضيات الصف الخامس الابتدائي المنهج الجديد لعام 2023 المهاردة إن شاء الله بنستكمل مجموعة من التدريبات المهمة على الدروس من الدرس الأول للدرس الثالث هنتدرب على مجموعة من الأسئلة السريعة والبسيطة اللي إن شاء الله يعتبر نمازج في الإختبارات بعد كده متنسوش تعملونا لايك وشير وسبسكرايب في القناة علشان كل الفيديوهات وكل الشغل اللي احنا نشتغل مع بعض يوصل لأكبر كما ممكن من الناس أول نوعية من الأسئلة عندنا اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الموضوع وطبعا بتركز على سؤال إختر وسؤال أكمل لأن هو ده أو النوعية دي من الأسئلة هي النوعية المتطورة اللي أغلب الأسئلة في الإختبار بتكون منها أول نقطة معانا بيقول لي الرقم الذي يمثل أجزاء من عشرة في العدد 57 و 35 جزء من 100 طبعا احنا اتفقنا أن احنا عندنا جزء صحيح وجزء عشري الجزء الصحيح اللي هو على الشمال والجزء العشري اللي على يمين هو طالب هنا بيقول لي الرقم الموجود في الأجزاء من عشرة إيه طبعا احنا خدنا الأجزاء من عشرة اللي هي أول رقم على يمين العلامة يبقى 3 يبقى الاختر الصحيح هيكون عندي 3 النقطة الثانية بيقول لي القيمة المكانية للرقم 7 قلنا كلمة القيمة المكانية معناها اسم الخانة يعني السبعة دي موجودة فين السبعة موجودة في خانة الأجزاء من 100 وديت الرقم الثاني اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده فبالتالي اللي جابه صحيح عندي هتكون كلمة أجزاء من 100 نمرت جيم مديني صورة كسرية وطالب صورة عشرية عشان نكتب الصورة العشرية زي ما اتفقنا لو عند المقام 10 يبقى أني عندي أجزاء من عشرة عند المقام 100 يبقى أني عندي أجزاء من 100 تبقى أني عندي المقام 1000 يبقى أني عندي أجزاء من 1000 معنى كلمة أجزاء من 1000 يعني عندي 3 أرقام على يمين العلامة العشرية وبالتالي هنا عشان تريح نفسك قلتلك ضع العلامة العشرية بعد ثلاث أرقام من اليمين يبقى أنا عندي رقمين بس اللي هو ثلاثة والواحد ثلاثة والواحد دي تلات عشر على ألف وبالتالي بكتب ثلاثة وواحد هتضر رضيف صفر وحط العلامة العشرية وصفر في الصحيح يبقى دي تلات عشر جزء من ألف يبقى الاختيار الصحيح عندك هيكون الاختيار الثالث نمر الدال بيسألني سؤال على تغيير القيمة المكانية عند الضرب العدد 57 في عشرة طبعا أنت بتضرب 57 مضروبة في عشرة الناتجة يديك 570 طب يا ترى إيه اللي حصل زادت قيمة هذا العدد ولو تكلمنا على السبعة أو الخمسة أي أرقام من الأرقام المكونة للعدد هتلاقي أن هذه الأرقام زادت قيمتها طب هو يتكلم على رقم معين من هذه الأرقام يقم السبعة يقم الخمسة نكمل فإن قيمة الرقم خمسة قيمة الرقم خمسة كانت كام؟ كانت خمسين وبقت كام؟ بقت خمسمية خمسين ليه؟ لأنها موجودة في العشرات قبل الضرب وبعد الضرب موجودة في المئات فإن قيمة الرقم خمسة تزيد من خمسين إلى كام؟ إلى خمسمية أهي يبقى بتزيد إلى خمسمية السؤال الثاني سؤال أكمل قيمة الرقم سبعة في العدد السبعة موجودة في خانة الأجزاء من مئة يبقى قيمتها سبعة من مئة أو سبع أجزاء من مئة إزاي أكتب سبعة أجزاء من مئة؟ أكتب صفر من صحيح علامة عشرية صفر في الأجزاء من عشرة وسبعة الأجزاء من مئة السؤال التالي القيمة المكانية للرقم 9 طيب التسعة موجودة فين؟ التسعة موجودة في الجزء الصحيح الأشمن الجزء الصحيح؟ لأن هوية تسعة موجودة في الجزء العشر طيب عندنا احد عشرات يبقى القيمة المكانية للرقم تسعة هي العشرات وقلنا لما يقولي القيمة المكانية يبقى نطالب هنا اسم الخانة فانت تكتب قلمة العشرات في النقاط لو انت كتبت لتسعين يبقى نقصد قيمة الرقم وده السؤال التالي على طول قيمة الرقم تلاتة في العدد تلاتة واربعين تقل من تلاتة الى تلاتة من عشرة تبقى امتى عند القسمة على كام قلنا عند القسمة على عشر في القسمة بتقل القيمة في الضرب بتزداد القيمة وقلنا حتة مهمة جدا لو انت عندك العدد تلاتة واربعين وهتقسمه على عشرة يبقى كل عليك بس ان العلامة العشرية هتحطها بعد رقم من عليمين يعني تكتب تلاتة وبعدين بوينت او بنسميها علامة عشرية وبعدين اربعة يبقى اربعة وتلاتة من عشرة خد كل واحدة من دول وقارن ما بينهم قيمة التلاتة هنا تساوي تلاتة وقيمة التلاتة هنا تساوي تلاتة من عشرة او تلاتة اجزاء من عشرة يبقى فعلا هي قلت عندها القسمة على عشرة الرقم اربعة في قيمة اجزاء من مئة هو بيقولي الاربعة دي لو موجودة في الاجزاء من مئة يبقى قيمتها كام؟ يبقى اربع اجزاء من مئة تبزي تكتب اربعة من مئة اختصارا هتكتب صفر في الصحيح علامة عشرية صفر وبعدين تكتب اربعة السؤال الثالث من اسئلة الاسئلة الموضوعية ده علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخطأ يبقى انت بتقرأ الجملة الاول لو صح بتكتب صح لو خطأ بتكتب خطأ بس يفضل ان احنا نكونوا عارفين هنكتب صح ليه وهنكتب خطأ ليه الرقم خمسة يمثل جزء من مئة في العدد سبعة وخمسة من عشرة اذا كان انت بتقرأ سبعة وخمسة من عشرة خمسة اجزاء من عشرة وهو بقولي بيمثل جزء من مئة لا ده هو بيمثل جزء من عشرة وبالتالي الجملة هنا هتلاقيها خطأ لو انت عايز تصحح الجملة هتشيل كلمة مئة وتكتب كلمة عشرة لو انت عايز تصحح الجملة السؤال التالي قيمة الرقم اربعة في العدد اربعة وخمسين طب قيمته كان اربعة لانه في الاحد يزيد الى اربعين اذا قص مع العشرة طبعا مش اذا قص مع العشرة اذا ضرب في عشرة ليه؟ لان انت لو خدت اربعة وخمسين وضربتها في عشرة يبقى قيمة هذا العدد تزيد تزيد تبقى خمسمية واربعين لو تكلمنا عن قيمة الرقم اربعة هنا يبقى قيمته اربع طب لو تكلمنا عن القيمة الرقم اربعة هنا يبقى قيمته اربعين يبقى تزداد عند الدرب انما تقل عند القسمة يبقى على طول هنا الجملة هتكون خطأ بتصحيح الجملة هتشيل كلمة قسمة وتكتب بدلها كلمة بورباء هل فيه طريقة تانية للتصحيح؟ ممكن تكون فيه طريقة تانية للتصحيح انك تحزف هتحتفظ بكلمة قسمة على عشرة وتستبدل كلمة يزيد بكلمة يقل نمر جيم القيمة المجانية للرقم 3 الثلاثة هنا موجودة فين؟ آه دي 13 من 100 الثلاثة موجودة في الأجزاء من 100 هو كاتب الأجزاء من 10 فبالتالي الجملة برضو هتلاقيها خطأ عايز تصحيح الجملة هتشيل كلمة 10 وتكتب بدلها كلمة 100 آخر جمل عندي نديني صورة كسرية وكاتب الصورة العشرية طيب 57 على 10 لما تيجي هتكتب أنت الصورة العشرية طبعا هتضع الأعلام العشرية بعد رقم واحد من ألميني يعني أنت هتكتب 5 و 7 من 10 هو كتبها 57 من 100 فبالتالي الجملة هتلاقيها خطأ طيب لو أنت عايز تصحح طبعا هتصحح هتكتب 5 و 7 من 10 طبعا ملوحظين أن كل الجمل الموجودة عندي هي جمل خطئة المفترض أن حتى يكون فيه جملتين صح و جملتين خطأ بس هو جايب كل الجمل خطأ السؤال الرابع اقرأ ثم أجب سأل هاني عن موقف السيارات فعلم أنه على بعد 33 من 100 كيلو متر جنوبا كم مرة الرقم في خانة الأجزاء من 10 أكبر من الرقم في خانة الأجزاء من 100 الحتة دي إحنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت قلنا دايما الخانة اللي على اليسار في الجزء العشري بتكون أكبر من الخانة اللي على اليمين طيب أكبر لو أنت الخانتين عندك متجاورتين يبقى على طول أكبر بكام أكبر بعشر أضعف أو عشرة أمثال طيب يبقى هو بتكلم على الأجزاء من 10 أكبر من الأجزاء من 100 بمقدار عشرة أضعف يبقى هتكتب كده بمقدار عشرة أضعف كأنك أنت بتضرب في عشرة